ما هي الأضحية لو تكلمنا ما هي الأضحية؟ الأضحية هي اسم لما يذبح ويذكى من بهيمة الأنعام في يوم النحر أو أيام التشريق السلاسة التي هي بعد يوم العيد فهذه هي الأضحية وبها سمي عيد الأضحى نسبة إليها ويوم النحر نسبة إلى ما ينحر من هذه الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وهو خير عمل يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى في يوم النحر من إراقة الدم ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى من بهيمة الأنعام فهذا هو مسمى الأضحية ثم الأضحية مثلها كمثل بقية العبادات لها أحكام من هذه الأحكام ما يتعلق بالشروط الواجبة في الأضحية نفسها أو في المضحي أو في الوقت الذي تكون فيه الأضحية أحكامها كما نقول نعم لها أحكام كثيرة لكن هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب والعلماء قد وقفوا عند هذا فنجد أن الجمهور من العلماء على أنها سنة مؤكدة واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه هذا حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل أو إذا رأى أحدكم هلال عشر ذي الحجة أو هلال العشر هي يقصد عشر ذي الحجة وأراد أن يضحي فأراد أن يضحي فلا يأخذ شيئا من أسفاره أو من شعره هنا قالوا وأراد هذا دليل على الاستحباب وأراد دليل على الاستحباب يحثه على فعل الأمر فهي سنة مؤكدة أما الأحناف وهذا المسجر بالحنفي قال إنما هي على سبيل الوجوب واستدلوا بحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أو من وجد الذبح أو أضحية فلم يضحي فلا يقربن مصلان فهذا دليل على الوجوب ولكن الإمام أحمد رحمه الله استدرك على هذا الحديث فقال وهو حديث منكر لا يصح الاحتجاج به وهي على الرأي الراجح من رأي جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة ومن العلماء من أراد أن يأخذ مذهبا وسطا بين الاثنين فقال وهي واجبة على المقيم الموسر الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه فهي واجبة في حقه على الغني ومستحبة في غيره أو على غيره في الحقيقة أستاذ أحمد الأضحية بحد ذاتها حلقة كاملة من أحكام ومن ترتيب لكن نحاول أن نوجز بإيجاز ما ما استطعنا عليه الأضحية هل لها موعد؟ نعم يبدأ وقت الأضحية من بعد الصلاة صلاة العيد وخطبة العيد لو ضحى قبل الصلاة لا تصح ولا تجزئ ولا تقل إنما هو طعام لأهل إنما قال صلى الله عليه وسلم من قدم أو زبح قبل العيد فإنما هو شات قدمها لأهله ومن زبح بعد العيد فقد أصاب نسكنة أو أصاب نسكنة فالأضحية موعدها بعد العيد والعلماء وقفوا كذلك قالوا بعد العيد كيف؟ يعني بعد صلاة الإمام أو الراعي أو الرئيس أو الحاكم أو بعد صلاة المضحي نفسه والإمام الشفيع رحمه الله أخذ بأقوال كثيرة ثم قال والراجح عنده من القول وهذا رأي الجمهور على أنها مقدار وقت الصلاة يعني مقدار وقت صلاة العيد وخطبة العيد حتى وإن لم يصل المضحي يعني إذا المضحي نفسه لم يصل ولم يشهد صلاة العيد ولا خطبة العيد لكنه مضى وقت الصلاة فله أن يضحي ويبدأ بهذه الأمر تقديري الأمر تقديري له بتقدير الوقت يعني إذا مثلا الصلاة العيد الساعة السادسة والنصف مثلا فهو أعطى مقدار لصلاة العيد وخطبة العيد نصف ساعة فجاء عند الساعة السابعة وأراد أن يضحي يفعل ولا شيء عليه وقد أجزأه هذا بإذن الله سبحانه وتعالى لكن قبل السادسة والنصف لا يجزيه وينتهي وقتها إلى آخر أيام التشريق السلسة فإن أخرت لعزر أخرت لعزر ودائما يعني هناك افتراضات في الفقه كما تعلم الافتراضات هذه تبني أحكاما لو واحد وكل غيره في ذبح الأضحية فهذا الوكيل قد نام عنها أو سهى عنها أو نسى المضحي نفسه نسى الوقت وخرج الوقت منه فلا شيء عليه ويذبح وتجزئه إن شاء الله أو هربت الأضحية أو يعني هربت أو كذا فله إن شاء الله أن ياتي بغيرها قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكره فهذا القياس يؤخذ به هنا في مثل هذه الأحكام لكن هناك شروط للأضحية نعم هنا هذا السؤال نعم للأضحية نفسها لابد لها من شروط ينبغي أن تتوافر أولا أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تجزئ من غير بهيمة الأنعام ما يحل أكله نعم نعم ما يحل أكله وهي بهيمة الأنعام معروفة الإبل والبقر والغنم ويلحق بهما أدأن ويلحق أدأن ويلحق بالماعز والجموس كذلك يلحق بهما طيب خلافة ابن حزم طبعا الإمام ابن حزم قال والطير كذلك يجوز أن يكون معروفة فالإمام ابن حزم كان دائما يخالف يعني الجمهور من العلماء في مسائل تفرد بها طيب هذه الشرط الأول الشرط الثاني أن تبلغ السن المحددة شرعا السن المحددة شرعا حددها العلماء وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون في الإبل خمس سنوات أن تكون في البقر سنتين أن تكون في الماعز سنة أن تكون في الضأن وهذا يزئ عنه ستة أشهر تمام وهذه تسمى جزعة طيب هذه الذي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم هذا لما يكون لهذا السن من الإفادة أنها امتلأت باللحم وسمنت وتتحقق بها المصلحة والغاية من الأطحية بها فإذا كانت وهذا سؤال دائما ما يلجأ إليه كثير من الناس حينما تكون الأطحية أقل من السن المعتبر شرعا يعني هي لم تبلغ سنتين مثلا في البقر لكن هذا البقر سواء كان ذكرا أو أنسى هذا له يعني من السمانة ومن اللحم ما يوهم فعلا أنه يعني قد بلغ هذه السن بل يزيد فإذا كان أقل من ذلك فلا بأس أن يرحي به لأن العبرة بالمقصد والغاية من هذه السن المعتبرة شرعا أن تؤدي الدور الذي هو منوط بها من التسمين وقد يعني كانت هناك عمليات التسمين الآن في المجتمعات الآن عمليات التسمين أصبحت أكثر حداسة يعني فيسمنون العجلة وهو صغير فيصير قد امتلأ باللحم وهذا هو المقصد المطلوب في مثل هذه الأمور كذلك من شروط الأطحية أن تكون خالية من العيوب خالية من الأمراض فلا تصح أطحية المسلم إذا كانت عوراء إذا كانت عمياء إذا كانت عرجاء إذا كانت مريضة إذا كانت ضعيفة لا تجزئ إذا كانت بها عيب كقطع زيل أو قسر قرن أو قطع أذن هذه المعيبة أنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها فلا ينبغي إلا أن تتقرب بالطيب تمام كذلك إذا كانت هذه الأطحية ينبغي وهذا من شروط الأطحية تكون ملكا للمضحي فمنفعش واحد يروح يضحي من ملك غيره أو تكون هذه الأطحية مرهونة يعني فيها يتعلق بحقوق العباد فواحد رهن عند أخيه شاتم فقام فأضح بها هذه مرهونة هل يجوز الدين من أجل الأطحية يتدين إذا كان هذا الدين الدين أنواع يعني إذا كان الرجل لا يستطيع أن يجد كوت يومه ثم يتدين الأجل الأطحية فهي لا تجيب علي أصلا فلا يجوز لكن إذا كان لا توجد السيولة المالية الحالية مع توافر البدائل فيعني قد يجوز كما أنه يستطيع أن يسد هذا الدين بكل أريحية بكل يعني دون دون تعسر فيجوز إن شاء الله كما يخرج بعضهم إلى الحج عن سبيل هذا الدين اقتردوا من أجل الحج إذا كنت تقترد من أجل الحج وهذا القرد مضمون سداده دون يعني تعسر عليك فبها ما تبطل عن الناس لا يقبل الله إلا طيبة كما ذكرنا فهذه يعني مجمل شروط الأضحية كذلك هو شرط وقد تكلمنا عنه وأن تكون في الوقت المحدد له نعم إذا ذبح قبل الصلاة فلا تقبل وإذا ذبح بعد أيام التشريك فلا تقبل إلا لعذر كما ذكر طيب هذه شروط الأضحية هناك شروط طبعا في المضحي نفسه وهو أن يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأن تكون من حل ماله وأن لا يأخذ طبعا وهذه على سبيل الاستحباب أن لا يأخذ من أثفاره ولا من شعره ولا من بشرته شيء إذا أراد الأضحية فإذا أراد أمسك عن كل شيء حتى و يعني كان رجلا أو كانت امرأة فعلى كل ينبغي يسأل سأل لماذا لا يقص أظافره أو يأخذ من شعره لمن أراد الأضحية نعم أولا هذه كما قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم علل ذكر سببا يعني قال لأنها تأتي بأثفارها وأشعارها وأوبارها إلى الله سبحانه وتعالى هذه الأضحية فكأن المسلم حين يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا هو مشاركا لأولئك الحجاج المحرمين الذين لا يأخذون من شعرهم ولا من أثارهم حتى يؤدوا نسكهم فكأنه حين أراد الأضحية فكأنه في نسك هذا من شعيرة الإسلام والبطنة جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فهذه من شعائر الله يمسك عن أسفاره ويمسك عن شعري كل الشعر سواء المندوب والمكروه أخذه كل الشعر يمسك عنه حتى وإن كان هناك سفر أو شيء من هذا وهذا على المضحي وليس على الوكيل